اشتركوا في القناة للتسمين وزيادة الشهية باسم باد ماكس عبر التسوق الالكتروني وبعد 36 يوما من تناولها لتلك الحبوب فرقت الحياة بشكل مفاجئ وكان نصرت خشناو وهو احد اقار بهيلين ان المتوفاة طلبت حبوما للتسمين باسم من صفحة الفيسبوك بعدما اكد الباقي عنها طبيعية وصحية وكانت عبارة عن 60 حبة وبعد تناولها 36 من تلك الحبوب تعرضت لوعكة صحية وفرقة الحياة واوضحة ان الاطباء رجعوا سبب الوفاء الى الحبوب التي تسببت بتلف الكبد وانسدات الامعاء مما ادى الى انفجارها لاحقا من جانبها حذرت وزارة الصحة في اكليم كردستان من شراء الادوية عبر الانترنت بالقول على المواطنين عدم شراء اي دواء لا يحمل ملسكا من وزارة الصحة لان ذلك دليل على انه لم تتم اجازته من السيطرة النوعية واشارع الى عدم تعفر اي دليل يثبت ان الفتاة توفيت بسبب عقار التسمين مستدركا ان شراء الدواء اونلاين من صفحات مجهولة عمل خاطئ ويجب تجنبه لانه لا يمكن اعتقال البائع في حالة حصل اي حادث مؤسف كما اصدرت مديرة الصحة اربيل بيانان تلقيت رواد الاعلامية نسخة منه جاء افير يتم الحديث عن اي عن ان سبب وفاة الشابة واستخدام عقار تم شراءه عبر الانترنت مبينة ان فرق الفحص والتفتيش الطب في المدرية بدأ بالتحقيق في الامر فور انتشار الخبر والجهود مستمرة لتبين السبب العلمي للوفاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله